موسيقى نشرة الثالثة من قناة الفلوجة الفضائية أهلا بكم نبدأ نشرة بأبرز العناوين موسيقى رئيس الجمهورية يدعو لحماية القرار الوطني ويؤكد وجوب دعم حكومة عبد المهدي موسيقى شهراني على تكليف عبد المهدي والأنباء متضاربة بشأن حسم الوزارات الشاغرة الثلاثاء المقبل موسيقى قالوا أنت رئيس هيت نزاحة وإحنا هسبل 2008 قد خسر العراق من تجد من جراء الفساد قلت له 250 مليار دولار موسيقى الفلوجة تفتح ملف الفساد في العراق شهادة تكشف عن اهدار 250 مليار دولار موسيقى تظاهرات في البصرة والمثنى والديوانية تدعو لتثبيت العقود وتحسين الخدمات موسيقى إلى التفاصيل أهلا بكم شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على همية حماية القرار الوطني والانسجام ورفض منهج الإقصاء دعما لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاستكمال تشكيل حكومة مهنية صالح هو في تغريدة على موقعه في تويتر قال إن الحفاظ على النصر ضد الإرهاب يستوجب الانطلاق لتنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق النهوض الاقتصادي والخدمي مضيفا أن المداولات مع القادة السياسيين أكدت على حماية القرار الوطني ودعم عبد المهدي لتشكيل حكومة متوازنة تكون محطة ثقة المواطنين من المفترض أن تشهد جلسة البرلمان المقبلة والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال ما تبقى من الكابينة الوزرية لحكومة عادل عبد المهدي إلا أن مصادر نيابية تؤكد بقاء الخلاف على ثلاث وزارات وهي الداخلية والدفاع والعدل بعد دخول الكرد على خط الأزمة وقالت المصادر إن جميع الكتلة السياسية ملتزمة بموعد جلسة البرلمان لاستكمال تشكيل الحكومة موضحتنا أن الاتفاق على خمس وزارات سيسهل التصويت عليها في الجلسة المقبلة غير أن الكرد يصرون على أن تكون حقيبة العدل من حصتهم هذا وحضرت المصادر من أن تأجيل جلسة ثلاثاء إلى وقت آخر سيدخل العراق في أزمة سياسية جديدة لا يمكن حلها بسهولة في ظل تصارع الكتل على المناصب في المقابل أكدت كتلة الفتحة التي يتزعمها هادي العامري والمنضوية تحت تحالف البناء تقديم الكابينة الحكومية بشكل كامل في جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل بما فيها الدفاع والداخلية على رغم من وجود خلاف مع سائرون النائب عن الفتح نعيم العبودي قال في تصريح صحفي إن الكابينة المرتقبة ستضم اسم فالح الفياض لوزارة الداخلية موضحا أن الكثير من القضايا الأساسية تراجع عنها تحالف البناء حفاظا على التوافق فيما بين أنه في حال جرى الاختلاف على الفياض فسيكون هناك احتمالا إما الذهاب إلى رئيس الوزراء ويكون قرار القبول أو الرفض منوطا به وإما اللجوء إلى البرلمان هذا وحذر نواب مما وصفوه بانهيار الحكومة الجديدة في حال عدم حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى مجلس النواب في جلسة ثلاثاء داعينا الأخير إلى الإسراء بحسم ما تبقى من حقائب وزارية النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي قال في بيان إن عبد المهدي سيفقد الثقة بين مجلس النواب والحكومة إذا لم يحضر جلسة البرلمان المقبلة داعيا إياه إلى تحمل المسؤولية الكاملة وعدم تأثر بأي ضغوط وتقديم المرشحين ووضع الكرة في ملعب مجلس النواب للتصويت عليهم وينوي وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني القيام بزيارة إلى العاصمة بغداد لبحث عدد من الملفات أبرزها إبلاغ الكتل السياسية هناك برغبته في الحصول على حقيبة وزارية فيما رجحت مصادر أن تكون وزارة العدل هي المقصودة وقالت المصادر إن وفد الاتحاد سيبحث خلال زيارته تشكيل الحكومة الجديدة ومرشحي الكتل السياسية للوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي فضلا عن طرح مسألة استحقاقه الانتخابي ورغبة بالحصول على حقيبة وزارية هذا ولم تذكر المصادر موعد الزيارة لكنها نوهت إلى أنها قريبة دعا عدد من النواب إلى الاتفاق من أجل التصويت على إلغاء عمل مجالس المحافظات وتحديد موعد جديد لانتخابات المجالس وأكد النواب أن إنهاء عمل المجالس الحالية وانتخاب مجالس جديدة سيحسن من الأداء النيابي ليقوم النواب بأدوارهم مبينين أن عددا من الكتل ستتضرر مصالحها وهو ما يدفعها نحو تأجيل الانتخابات المحلية بحث وفد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الآليات التي اتبعتها المفوضية في الانتخابات والنتائج التي فرزتها وقالت المفوضية في موقعها الرسمي إن ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلاء يبحث أيضا مع مجلس المفوضين في كربلاء الخطط الموضوعة لعمليات توزيع بطاقة الناخب الإلكترونية وتسجيل الناخبين بايومتريا بالإضافة إلى فتح باب التسجيل الإلكتروني البايومتري للمسجلين كما تطرق الاجتماع إلى جهود المجلس في تثبيت موظفي مراكز التسجيل غير المثبتين والتحرك المستمر لتثبيتهم بعد استحصال الدرجات الوظيفية اللازمة من أجل أو من الجهات ذات العلاقة جانا جانا سيل شي مطبيعي وين الجهات المعنية؟ وين المساعدات التي تجينا؟ محج محج يا بني والله الوضع مزي المأساة يعني والله عبرنا مشي أنا وهالطفر وبهالسيول والله السيول شالت الخيار العالم الحصرة السبب يهمال يهمال نعم حاليا العواج جاء تنزح لأن احنا عسى مهددين بقرق ثاني نزوح قصري من ملددي ليس بسبب الحرب هذه المرة وإنما جراء السيول التي تعاود اشتياح المنطقة من جديد من محافظة ديالة أمر العميدي قناة الفلوجة من هنا البداية وجهت الحكومة المركزية خلية الأزمة والمحافظين والأجهزة ذات العلاقة باتخاذ قرارات ميدانية فورية للتقليل من أضرار السيول كاشفة عن تدمير 340 خيمة في مخيم حمام العلي الجنوبي الموصل وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن عادل عبد المهدي أكد لخلية الأزمة أن الأولوية هي حماية أرواح المواطنين ومن بعدها الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة مضيفا أن الفرق الميدانية مستمرة بتقليل الأضرار المادية لا سيما في مخيمات النازحين في حمام العليل حيث تعرض 17 قطاعا للفيضان وتم إجلاء المواطنين منه إلى أماكن آمنة إلى ذلك نفت وزارة الموارد المائية فتح بوابات سد الموصل والإيعاز لسكان القرى والمناطق القريبة منهم بإخلاء أماكنهم مواضحة أن الخزين المائي في السدود خلال الموجة الماضية الحالية التي شهدتها البلاد تجاوز المليار ونصف المليار متر مكعب الوزارة وفي بيان لها قالت إن الشائعات التي أثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي لا أسس لها من الصحة مشيرة إلى أن الأمور تجري بصورة طبيعية في سد الموصل ولا تدعو إلى القلق وأضفت أن نسبة الأملاح في شط العرب قد انخفضت نافية في الوقت نفسه وجود مخاوف من فيضان نهر ججلة جراء السيول والأمطار التي هاطلت مؤخرا في شمالي العراق وكشفت السيول التي ضربت مدينة الموصل بجانبها الأيمن والأيسر عن حجم التلكء الحاصل في المشاريع الحكومية وسيناريو الإهمال المستمر منذ 15 سنة فبعد هطل المطر لساعات معدودة أغرقت المياه معظم المناطق السكنية ودمرت الممتلكات وتمكنت فرق الدفاع المدني من إجلاء وإنقاذ 85 عائلة في محافظة نينو بعد أن حاصرتهما السيول والفيضانات موضحة أن المديرية استنفرت كافة ملاكاتها للسيطرة على الوضع وكان محافظ نينوانوفل العقوب قد طالب يوم أمس الحكومة المركزية بالتدخل لدرء مخاطر السيول مؤكدا أن 300 عائلة من ناحية أن نمرو جنوب شرق الموصل فقدت المأوى بسبب الفيضانات وتعاني شبكات الصرف الصحي في نينوان من تهالك كبير نتيجة قدمها وعدم وجوه صيانة دورية عليها هذا ولقي عدد من المدنيين مصرعهم وأصيب آخرون جراء السيول جاري فاشتحت عددا من المناطق في مدينة الموصل بعد أن ارتفع منسوب المياه بنهر دجلة وبلوغه الجسور التي تربط الجانبين الأيمن بالأيسر وتساقطت الأمطار بغزارة على المدينة لتدخل إلى المحال التجارية والمنازل السكنية وتسببت بإغلاق معظم الشوارع وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجانب الأيمن من الموصل شهد ارتفاع منسوب المياه فيما فيها حتى وصل إلى أكثر من نصف متر في كل من الغزلان والدواسة والجوسق والطيران والدندان مضيفين أن الجانب الأيسر شهد فيضانات كبيرة في حي الشرطة والمالية والتأميم وسوق النبي والقادسية الثانية وسومر ومنطقة يارمجة والمناطق القريبة على نهر الخوصر كما تسببت الفيضانات بقطع تام لطريق الموصل الأربيل وموصل تلعفر وزمار بعد تجري في قنطرة مهدم قرب قرية الزنازل الغربي نينوى وأدى إغلاق الطرق إلى عرقلة حركة العجلات وخلق ازدحامات كبيرة لا سيما للعجلات الكبيرة وطالب مواطنون الحكومة المحلية بإيجاد حل سريع وفتح طريق آخر لمرور المركبات إلى ذلك أعلن مجلس محافظة نينوى حالة الطوارئ في مدينة الموصل بعد موجة السيول والأمطار التي اشتاحت المدينة بجانبيها الأيمن والأسر فضلا عن طيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية باستثناء الخدمية وحذر أعضاء في مجلس المحافظة من انهيار وادي الخوصر بالجانب الأيسر للموصل وبالتالي تدفق سيول الأمطار وحصول كارثة حقيقية وكان نواب عنين وطالبوا الحكومتين المركزية والمحلية بإعلان حالة الطوارئ في المحافظة على خلفية الفيضانات والسيول مؤكدين أن الموصل تتعرض لأضرار جسيمة في الممتلكات نتيجة انسداد القناطر على الطرق الخارجية والتي تسببت من غمار المناطق المحافظة للطرق والمناطق المنخفضة من جهتهم محمل مواطنون من مدينة الموصل الحكومة المحلية والمركزية مسؤولية الفيضانات التي تحصل سنويا في المناطق السكنية بسبب إهمالها للمشاريع الاستراتيجية والاستفادة من مياه الأمطار دعينا الجهات المسؤولة لتوزيع زوارق بعد عجزها عن معالجة المجاري المتهالكة وقال عدد منهم لقناة الفلوجة إن القسم الأكبر من شبكات تصريف المياه يمتد عمرها لأكثر من عشرين عاما ولم تخضع لعمليات صيانة أو تأهيل مطالبين الجهات المعنية بمعالجة هذا الأمر وصرف الأموال المخصصة للموازنة لمحافظة مينوى لإنشاء شبكة تصريف مياه جديدة وصيانة دورية للمجاري هذه تقريباً صار أزيد من عشر سنوات نحن نعاني نفس الحالة بس خلي واجعونا بلا ما هذا هو ما يحتاج ليعالجوها خلي جيبونا زوارق حتى نعبر بزوارق أحسن عبرتي من ذاك الجانب لهذا الجانب الدواءة صغرقانة بالكامل تقريباً أكثر من أربعين سيارة طافية بالماء وماكو أحد يقدر يسحبهم لأن الماء عبر الجامعات وما يقدرون يفتحون البواب مالاتهم كل سنة كل شيء تماي يدخل يدخلوني نظار خطية لا ليل وليل ولا نهار ونهار وهي الوضعية هذه ما سنة وسنتين يعني هذه مقابل تقريباً 15-20 سنة الوضعية يعني منطقة مقابل الطيران نبيشيت والله غرقة المنطقة خوب الطيران فات عليها على المي فات على البيوت والله نص متر فوق النص متر يعني كل هذه السبب أنه انسداد بالمجاري وقلة الصيانة يعني نحن نتمنى أنه تكون صيانة دائماً للمجاري وأنت تعرف أننا مقابلين على فسط الشتاء وأمطار غزيرة يعني ونحن نتمنى أنه كوادر البلدية أنه تسوي صيانة للمجاري أكد مدير صيانة الأيمن في مديرية ماء نينوى أحمد فتحي استنفار جهود كافة الدوائر الخدمية مواضحاً في تصريح لقناة الفلوجة تشكيل غرفة عمليات لمواجهة الفيضانات والسيول شرعت كوادر صيانة ماء نينوى بالانتشار في أجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد ورود مناشدات من الأهالي بغرق العديد من الأحياء في مدينة الموصل وخصوصاً الأيمن الموصل الحمد لله تم الانتشار في منطقة الأجيادات والقلوات ووادي حجر والدواسة وكذلك باقي المناطق الأخرى المحيطة بها حيث تم إنقاذ العديد من العوائل من الغرق بسواعد الأبطال مهندسين وفنيين وعمال الحمد لله حالياً تم فتحة عديد من أغطية المنهولات كما اشتاحت سيول غاضب الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار جارفة كل ما يأتي أمامها من قرى وأعمدة كهرباء وأظهر مقطع فيديو جريان السيول في وادي حوران في قضاء الرطبة غربي الأنبار بعد موجة الأمطار شديدة التي شهدتها المحافظة وأغلب المحافظات العراقية فيما أطلق السكان نداءات استغاثة إلى الحكومتين المحلية والمركزية لإنقاذهم قبل أن يدركهم الفيضان خرج المئات من المواطنين في تظاهرات في ثلاث محافظات جنوبية للمطالبة بتحسين الوقع المعيشي والتعيين على الملاك بالنسبة لموظفية العقود فضلاً عن زيادة المرتبات الشهرية ونظم محتجون من معلمي ومدرسي العقود في البصرة تظاهر أمام مبنى الحكومة المحلية الجديد احتجاجاً على عدم تعيينهم على الملاك وأقاموا بإغلاق البوابة الرئيسة للمبنى وطريق المؤدي إليها يأتي ذلك في وقت يواصل فيه العاملون بنظام العقود والأجور اليومية في محطة كهرباء الديوانية الغازية ومحطات شمالي وشرقي المحافظة اعتصامهم لليوم الثاني والعشرين على التوالي أمام محطاتهم للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم تعيين كافة الأجراء اليوميين والعقود على الملاك الدائم في وزارة الكهرباء وإن عدد الأجراء اليوميين وصل إلى أكثر من أربعة آلاف عامل أجر يومي وقد بر على خدمتهم أكثر من 12 سنة دون تثبيت مطلبنا وبعكسه مضطرين للمضي مع الأصوات الداعية لاتقاد تصعيد يصل إلى الاحتصام والإضراب عن العمل في حالة عدم تلبية بطالبنا المشروعة كشف رئيس هيئة النزهل الأسبق موسى فرج عن استيلاء حيتان الفساد في العراق على الموازنات العامة وجميع مقدرات البلد لأغراض سياسية وبأرقام فلكية فرجوا في لقاء سيعرض لاحقا من برنامج شهادات خاصة على شاشة الفلوجة أكد أن الفساد تسبب بهدر 250 مليار دولار في خمس سنوات فقط الفساد في العراق لا يشبه الفساد في بقية الدول العالم ليش لأنه الفساد في بقية الدول العالم يتعلق بالكومشينات والرشاوي وهذه في كل دولة من الدول لا تتجاوز كلها إجمالا بحدود العشرات الآلاف من الدولارات في حين الفساد في العراق الاستيلاء على المال العام الموازنات العامة الاستيلاء على الوظائف العامة الاستيلاء على مقدرات توظيف كل مقدرات العراق البلد من أجل الوصول للحكم من أجل الوصول للحكم والوصول للحكم من أجل ممارسة الفساد بالذكرى الخامسة لاحتلال العراق سيئلوني جريدة الحياة اللندنية قالوا أنت رئيس هيت نزاهة ونحن هساب إلى 2008 قد خسر العراق من نتيجة من جراء الفساد قلت لهم 250 مليار دولار وبقرة الفساد الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس هيت نزاهة الأسبق مسافرج كشف أيضا عن وجود مافيا مدعومة من جهات سياسية ومتنفذة تعمل على تهريب نفط البصرة وبيعه دوليا عبر موانئ تابعة لها المهربين شو يسوون طبعا هذول السراق واحدهم ينطي للسراق مجموعة كل مهرب ينطي 250 ألف دولار سبوعيا هو يحصل خمس ملايين دولار سبوعيا المهرب والمهربين طبعا أصابات مافيات هذول المهربين استعانوا عندهم تكنولوجيا أكثر من دول السراق شو يسوون أستاذ العزيز أولا أنت عندك ميناءين أو ثلاثة ميناء بفلوس وميناء قصر هم سووا وبكتها ستين ميناء شنو ستين ميناء مجرد رمبا على شط العرب ويم الفاو تنزل البواخر تنزل ممنوعات مخدرات وأدوية مخشوشة وكذا وتشجيل نفط مهرب تودي للبواخر اللي واقفة في شط العرب في بغداد سجلت دوائر صحية عددا من حالات التسمم الغذائي جراء تناول البيض المستورد المنتهي الصلاحية والذي يدخل البلاد من دون رقابة صحية أو فحص مسبق ونشد مواطنون ومنظمات مدنية الحكومة لوقف تدفق البيض الداخل عن طريق المنافذ الحدودية من مناشئ أوكرانيا ودول أخرى مؤكدين أن صلاحيته منتهية ومن حقول تستعمل أعلافا حيوانية وتصدر إلى بغداد والمحافظات الجنوبية وبدون أي فحص مسبق ما يهدد صحة المواطن وخاص الأطفال فضلا عن المنتوج المحلي وكذلك يؤدي إلى نقل أمراض معدية للدواجن المحلية البيض دايجيك ما يعني أشكال ألوان دايجيك ما تعرفه الطريقة الجديدة دايجيك أكدوا عليه قبل شوية الناس يشتغلون إليه دايجينا بالسيارة أول ريز ثاني ريز مختوم والباقي يجي ما مختوم يعبر السيطرات وينزل يمنا استاخذة بدلة بالطبق وكارتون عراقي يبوعونه مثل ما يبوعون التاجة العراقي بجواب سعر أقل طبعا سبب حالة التزمم أكيد لأنه يجينا من أوكرانيا بالبحر فات شهر شهرين بالطريق هاي شبقى بيها البيضة يعني هي البيضة جد أكسبايرها هو أكسبايرها شهر طريقها بالاثين وعشرين يوم إلا أن تجي هنا أنا فات عشر تيامق مصدع عشر يوم يالله تنباع شبقى بيها البيضة بالنسبة الأوكراني الأوكراني قاعد يجي ما مختوم قاعد يأذينه يعني ما مختوم ما بي أكسباير يعني ما بي أكسباير ما يعرفونه صالة شهر صالة شهرين صالة ثلاثة شهر صالة أربعة شهر ميدنون يعني البيض فاسد يعبونه بكاراتين عراقية نتاج عراق طازج وقاعد يبيعونه بالسوق يعني احنا جماعة الشركات دواجل تأذينه يعني ضربوا اكو حالات تسمم صارت بالاوكران ما مختوم يعبون تاريخي يعني ما بيأكس باير دعا الوفد البرلماني العراقي المشارك في اعمال الدورة الحادية عشر للجمعية البرلمانية الاسيوية التي عقدت في مدينة اسطنبول دعا المجتمع الدولي والامم المتحدة الى دعم العراق في اعادة العائلات النازحة الى مناطقها وقال بيان لمجلس النواب العراقي ان الوفد البرلماني العراقي برئاسة النائبة الاطالباني نجح في ختام فعالية الدورة الحادية عشر للجمعية البرلمانية الاسيوية في مدينة اسطنبول بتضمين البيان الختامي فقرة تتعلق بمساعدة النازحين في الدول المعنية اذا تمت اضافة مادة الى البيان الختامية الذي حمل اسم قرار اسطنبول نصت على دعوة الجمعية لدول اسيا والمجتمع الدولي والامم المتحدة تحديدا بتولي مسؤولياتها ودعم الدول التي عانت من النزوح الداخلي لمساعدتهم لاعادة العوائل الى مناطقهم يعيشون في خيمة ويتعالجون في خيمة واطفالهم يدرسون في خيمة في اطراف مدينة الرمادي اطفال نازحون لا يعرفون عن الوطن سوى انه مخيم كبير نتابع التفاصيل هذه خيمة لا هذه مدرسة هنا يدرس المئات من التلاميذ النازحين في ظروف انسانية مأساوية لكنها لا تخلو من التحدي والاسرار على الاستمرار في التعلم ظروف مناخية سيئة في مخيم يفتقر لأبسط مقاومات الحياة عائلات اجبرتها الحرب على السكن هنا اطفال مهددون بالضياع يحاولون الانتظام داخل هذه المدرسة الخيمة ليتعلموا عن الحرب والحياة احتضانها للطفولة المجدفة المخيم وعدتها الى مسارها الصحيح حيث اقلب العوال اتت من ماطق ساخنة كان موسيطة مقبل داعش اريدنا جاهدين على عدة الطفولة اريدنا ان نمحوا فكر داعش من افكارهم اريدنا ان نعيدهم الى مسارها الصحيح بضع خيام نصبت هنا في مخيم الثمنتعش كيلو غربي الرمادي لتشكل مدرسة ابتدائية تستقبل تلاميذ حرمت عائلاتهم من العودة الى مناطقها المحررة لاسباب امنية وخلافات عشائرية ودعاوى وصفت بالكيدية الريد كارافونات حتى الطالب يجتهد بالدراسة ويؤدي واجبة بصورة صحيحة احسن من تشتت على الشوارع خيام متهالكة على اطراف مدينة الرمادي يعاني ساكنها برد الشتاء القارسي وامطاره الغزيرة والحكومة دائما عاجزة عن ايجاد الحلول من الانبار باسم الانباري قناة الفلوجة من هنا البداية قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش شون رايان ان القوات العراقية تواصل عملياتها ضد التنظيم على طول الحدود العراقية السورية وذكر رايان ان الوحدات العراقية تواصل القيامة بضربات منسقة على هجمات متكررة ومنفردة لتنظيم داعش تجاه حدود العراق واكد رايان ان عمليات القوات العراقية هذه تشير الى قدرتها على حماية حدودها واقتلاع الخلايا اكدت وزارة الداخلية ان محافظة ديالة تواجه تحديات لا تقل عن التحديات التي تواجهها محافظة نينوا وكاركوك داعية للحكومة المحلية في ديالة على اهلاء ملف الامن صدارة اهتماماتها لتأهيل وبناء قوات الشرطة المحلية تحديات محافظة ديالة لا تقل خطور عن تحديات ترى محافظة نينوا ومحافظة كاركوك فيها نفس التنويعات في نفس التحديات فيها نفس التحديات ولكن الحمد لله هناك وعي من قبل الاخوة في الحكومة المحلية في اسناد جهازهم الامنية اليوم المتمثل بقيادة الشرطة والاستخبارات والتشكيلات الداعمة الاخوة ما نأمله في الفترة القادمة ان شاء الله ان يكون ملف الامن يحتل الصدارة في اهتمام الحكومة المحلية ليس من جانب فقط الحكومة الاتحادية إذ لدينا اليوم قصور في الموازنات أو جانب تقصير في كثير من الاهتمامات التي يجب أن توليها المؤسسات الاتحادية للملف الامني في المحافظات لذلك أملي كبير في أن يحظى ملف تأهيل وبناء قدرات الشرطة المحلية في ديالة يحظى بالأهمية والأسبقية ذو الصدارة القصوى في جدوى الأعمال الحكومة المحلية فيما أكدت الداخلية أن إدارة المنافذ الحدودية لا تقع ضمن صلاحيتها وهي ضمن مسؤولية أمانة الوزراء داعية أن مجلس النواب إلى عدم تقليص حصة الوزارة في الموازنة لتعزيز الجانب التقني في العمل الأمني كانت المنافذ الحدودية على عاتق وزارة الداخلية في الفترات الماضية ولكن بمجرد أن صدر قانون هيئة المنافذ الحدودية انفصلت واليوم هي تابعة للمانة العامة لمجلس الوزراء هذا من ناحية الإطار القانوني وتابعية التشكيل الآن نحن اليوم كوزارة الداخلية معنيين فقط بقيادة قوات الحدود وليس بالمنافذ الحدودية نطلق بصراحة نداء إلى الأخوة في مجلس النواب أن لا ينال هذه الموازنة أي ضرر أو تنقيص لأن هناك الآن بعد نزول أسعار النفط هناك رؤية جديدة في أن يتم تقليل الموارد الإضافية سواء في خطتها الاستثمارية أو التشغيلية لكثير من وزارات الدولة نحن لا نريد أن نعاني فصراحة التقنية إذا لم تحضر مع رجل الأمن لن نستطيع أن نقول أن لدينا منظومة حديثة أمنية متكاملة أكد مجلس محافظة الأنبار أن الأيام المقبلة ستشهد القبض على عدد من الفاسدين في الدوائر الحكومية داعياً المواطنين للتعاون وإخبار الحكومة المحلية بجميع شبهات الفساد بالدليل لتقديم المتهمين إلى القضاء هناك عدد من الدوائر يراد متابعتها ومضينا العزم بالتعاون مع مكتب تحقيقات الأنبار في هيئة النزاهة وكذلك ديوان الرقابة المالية والإجزة الأمنية وكذلك السيد رئيس مجلس محافظة الأنبار وسيد محافظة الأنبار أن نمضي قدماً في القضاء بشكل نهائي على الفاسدين في دوائر الدولة وأيضاً سوف يتم من الأيام القادمة محاسبة أو القاء القبض على عدد من الفاسدين في بعض الدوائر لا أريد أن أسبق الأحداث وأنوه بها ولكن هناك عدنا ملفات شائكة في هذه الدوائر وإراد جهد عالي وكذلك أراد تعاون المواطنين بإخبارنا عن كل الشبهات بالدليل القاطع عن الفاسدين لكي يتم إحالتهم من القضاء لليأخذوا جزائهم العادل في هذه المرحلة إن شاء الله في السياق كشف مجلس محافظة كربلاء عن تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة مصير أموال الزيارة المليونية وآلية إنفاقها مؤكداً أنه ليس له علم بما تم إنفاقه من أموال لجنة تحقيقية بخصوص لجنة تحقق طبعاً بخصوص ما ورد إلى كربلاء من أموال خلال الزيارة المليونية كيفية إنفاقها آلية إنفاقها آلية وضع الأولويات وكذلك مصادقات المجلس لاحظنا أن هذه الأمور لم ترد إلى مجلس محافظة مجلس محافظة ليس لعليهم علم بما تم إنفاقه أو كيف إنفاقه وهذه التسائلات موجودة تم تشكيل لجنة تحقق في المجلس محافظة إن شاء الله تعطيه تقريرها خلال أسبوعين المجلس ولير المجلس رأيه بذلك أعلنت تركيا عزمها افتتاح مكتب متخصص في محافظة كاركوك لغرض تسهيل منح العراقيين تأشير الدخول إلى تركيا وقال سفير أنقرة لدى بغداد فاتح يلضز خلال زيارته إلى ناحية توسخرماتو إن بلاده ستبحث مع الحكومة المركزية في بغداد إمكانية افتتاح تركيا ممثلية رسمية لها في محافظة كاركوك وأشار السفير التركي إلى أن المركز الذي سيفتتحونه في كاركوك سيكون مماثلا لمكاتب تقديم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا في كل من العاصمة بغداد وأربيل والسليمانية تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لم يظهر خلو المستشفى الرئيسي في محافظة ديوانية من الكوادر الطبية ويسمع في الفيديو الذي لم تتأكد قناة الفلوجة من مكان ووقت تصويره صوت أب ينادي بحرقة لنجدة ابنته التي تمر بحالة خاطرة بحسب قوله هاي المستشفى اللي بدير فارغة ماكونا دكتور لا خفار ولا واحد بس بالإصعاب حزيجة واليوم حرام أحرك حرق وقال لا 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 جواد البولاني ولا علي مانع ومفلحهم رأس فتحسن ها راح تموت هاي المستشفى اللي بدير شوفوه خافوا واحد ما يشوفه بس الزبائل احنا وياه التحاسي قال لك عفوا هاي المستشفى اللي بدير شوفوه هاي المستشفى اللي بدير كش ماكو لاعبوا مجلس محلي لاعبوا محافرة لاعبوا برلمان ولا واحد هاي المستشفى اللي بدير شوفوه هاي قفلة عمرها الفنت عزيجة راح تموت يلا باعوا باعوا ولا الشريف ولا الكوش الانسان ولا الابي يلا شوكوا مستشفى اللي بدير فرجوا عنيها فرجوا باعوا باعوا هاي المستشفى اللي بدير اللي ماعرفوا شいてقصوا سوا عليهم علي بعد أن بطرت ساقه ينتظر على سرير اليأس بطر ذراعيه لماذا أجوا في تقرير التالي؟ بعد أن فقد ساقيه بسبب انسداد في الشرائين علي قد يفقد ذراعيه بسبب الفشل الكلوي الذي يأكل جسده منذ سنتين حالته المادية المتردية وقلة حيلته وسوء الخدمات الصحية في مدينة سامراء أسباب تقف حائلة دون علاجه أنا والله عن غسل أقسل كلا فشل الكلوي صار سنتين فمن وراء الفشل الكلوي صار انسداد عندي بالشرائين ورجليه انقصتان اثنين وحاليا الانسداد قام يوصل لإيدي أطراف صناعية تعينه على المشي وعملية بسيطة لفتح شرايين اليدين وجهاز غسل الكلة هي أكبر أحلام علي الذي تحت ظله القصير زوجة وثلاثة أطفال حاولنا التواصل مع مدير مستشفى سامراء للحديث عن حالة علي وإيصال صوته غير إن المدير رفضت تصريح بسبب تقرير سابق كشفنا فيه فضيحة طبية حدثت في المستشفى إحدى المنظمات الإنسانية التي تتابع حالة علي تقول إن الجهاز موجود في المستشفى منذ أكثر من سنة ولا يوجد كادر متخصص يتقن العمل عليه مستشفى سامراء هناك موجود جهاز غسل بس كادر يستغل على هذا الجهاز ماكو مستشفى سامراء أحد المتبرعين تبرع بجهاز المستشفى سامراء قرابة السنة رح يصير وقبل فترة تبرع آخر متبرع بجهاز غسل فشل كلوي المستشفى سامراء ماعدها كادر يستغل على هذا الجهاز علي واحد من مئات آلاف المعاقين في العراق جراء الحروب المتعاقبة ليست لديه أحلام كبيرة هو فقط يريد أن يجد مكانا في وطنه يساعده على التنفس من سامراء براكنعان قناة الفلوجة حتما سمعت عن جمال أربيل وسمعت أيضا عن براعة مطاعمها في تقديم السمك المزقوف لكن حين تذهب إليها قد لا تجهد المزقوف فالإدارة المحلية منعت استخدام الحطب في شواءه لماذا الإجابة في هذا التقرير؟ لا مزقوف في أربيل إلا على الفحم فالحطب الذي يعد تقليدا تراثيا في شواء السمك وإضفاء جو خاص على طريقة إعداد الطبق الذي يشتهر به العراقيون منع استخدامه في أربيل أبلغت مديريات البلدية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل بأن تلك المطاعم التي تستخدم الحطب لشواء السمك لا يمكن لها بأي شكل من الأشكال استخدام هذه المادة مرة أخرى هذا نص تضمنته وثيقة قائم مقامية أربيل عاصمة إقليم كردستان هذا القرار الذي يمنع شراء السمك المسقوف يؤثر علينا وعلى عملنا وقد يسبب لنا مشاكل اقتصادية كبيرة لأن السياح الذين يأتون إلى كردستان يعتمدون على تناول هذه الأكلة والمضوع الثاني لدينا حطب مستورد نستطيع استخدامه بدلا من قطع الأشجار التي تؤثر على الطبيعة ولكن هذا المنع سيؤثر على عملنا كثيرا القائم مقامية عزت قرار منع الحطب للحفاظ على صحة المواطنين وعلى البيئة والثروة الوطنية من الغابات كما دعت القائم مقامية مديريات البلدية إلى عدم تجديد إجازة ممارسة المهنة للمطاعم غير الملتزمة بالتعليمات الأشجار كثروة وطنية معرضة لتهديد القطع من قبل الأشخاص وذلك بسبب كثرة المطاعم التي تعمل على أو تبيع السمك المسقوف حيث أن كل مطعم يصرف حوالي طنين الأشجار في كل يوم وهذا ضرر كبير بالنسبة إلى الغابة قيمة المسقوف التراث العراقي أن سمك فيه يشوى على الحطب هذا التقليد قد لا نراه في مدينة أربيل في قابل الأيام بعد قرار منع الحطب في شواء المسقوف من أربيل بشير الحسن وناتب فلوج نشرتنا مستمرة وفيها نتابع أيضا فرنسا تلوح بإعلان الطوارئ على خلفية الاحتجاجات وارتفاع أعداد المصابين والمعتقلين لأكثر من ألف تسببت الهجمات التي يشنها نظام سوري وداعمه من التنظيمات الإرهابية الأجنبية على المناطق المأهولة بالمدنيين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا بين الزوحي أكثر من خمسة آلاف عائلة على الأقل إلى مناطق أكثر أمنا في المنطقة ويواصل النظام السوري منذ أسبوع قصفه بالمدافع والقذائف على المناطق السكانية الواقعة ضمن مناطق خفض التوتر والتي تم سحب الأسلحة الثقيلة منها في إطار اتفاق سوتي من جهة ثانية أصيب خمسة أشخاص في هجوم على قرية التح الليلة الماضية فيما تم تعطيل المدارس فيها على خلفية الهجوم وتتواصل هجمات النظام السوري في وقت سحبت فيه قوات المعارضة المسلحة الأسلحة الثقيلة من المناطق التي تم الاتفاق حولها في سوتي أعلنت منظمة حقوقية مقتلى 241 مدنيا بينهم 28 طفلا و23 سيدة على يد روسيا وقوات النظام السوري في الهجمات التي نفذتها القوات على المعابر المائية على نهر الفرات شرقي البلاد وبحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنما لا يقل عن 20 معبرا مائيا تعرض للهجوم من قبل ثلاث جهات الرئيسة في النزاع السوري مشيرة إلى أن هذه المعابر تقع في محافظة دير الزور دون ذكر مدن زمني وأفق التقرير فإن المعابر المائية هي عبارة عن محطات يتجمع فيها المدنيون ليتم نقلهم بواسطة القوارب والسفن الصغيرة أو العبارات المائية إلى الضفة المقابلة من نهر الفرات أزلت مجموعة العشرين خلال وقت مبكر من صباح اليوم ستارة عن الدورة الحالية للاجتماعات التي بدأت الجمعة واستضافتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وأكدت مجموعة العشرين على تطبيق اتفاق باريس بشأن المناخ بحذافرة باستثناء الولايات المتحدة التي تقول أنه يؤثر على نمو اقتصادها سلبا وأعربت عن خيبة أمالها في التجارة المتعددة والمتحررة لأنها لم تحقق أهدفها بتحفيز النمو الاقتصادي العالمي وخلق مزيد من فرص العمل فيما دعت إلى إعادة تأهيل وتدريب العمال والموظفين لدمجهم في التطور التكنولوجي من أجل استمرار نمو الوظائف في الاقتصاد العالمي وتجنب مزاحمة التكنولوجيا وعلى هامش قمة العشرين أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين عضرورة عقد قمة أخرى لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية حيث يريد البلدان إنشاء منطقة منزوعة السلاح يمكن الالتزام بها وقدم أردغان الاقتراح أثناء اجتماعه مع بوتين في قمة العشرين بعد مضي أكثر من تسعين يوما على اتفاق سوتي الذي نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محافظة إدلب التي يسيطر عليها مسلح والمعارضة في شمال غربي سوريا لكن خروقات قوات النظام للاتفاق مستمرة حتى الآن وأسفرت عن مقتل العشرات ونزوح الألاف أعلنت الشرطة الفرنسية ارتفاع عدد الموقوفين على خلفية مظاهرات استرات الصفراء بالعاصمة باريس إلى 458 شخصا وشهدت عدد المشاركين في الاحتجاجات تناقصا مستمرا فقد بلغ عدد المحتجين في اليوم الأول لانطلاق التظاهرات 287 ألف شخص وانخفض في اليوم التالي إلى 40 ألف شخص وفي اليوم السادس وصل إلى نحو 5000 شخص وسجلت الأحداث حصيلة تقيلة بوفاة شخصين وإصابة 780 شخصا بينهم 141 عنصر من عنصر الأمن هذا وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاحتجاجات التي اشتاحت بلده منذ منتصف تشرين الأول الماضي والتي أصفها بالعنيفة قائلا إن المتظاهرين يريدون الفوضى ما حدث اليوم في باريس لا علاقة له بالتعبير السلمي عن الغضب المشروع لا يوجد سبب يبرر مهاجمة الشرطة ونهب المتاجر وحرق المباني العامة والخاصة وحتى تدنيس قوس النصر المذنبون بهذا العنف لا يريدون التغيير ولا التحسن إنهم يريدون الفوضى هؤلاء خانوا القضايا التي يزعمون أنهم يدافعون عنها سأحترم دائما التحديات وسأستمع دائما للمعارضة لكنني لن أقبل أبدا بالعنف لا تريدون التغيير لا تريدون التغيير وعلى خلفية الاحتجاجات أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه أن حكومة بلاده تدرس فرض حالة الطوارئ في البلاد وقال كاستانيه أن فرض حالة الطوارئ يأتي بناء على اقتراح من نقابة مفوضي الشرطة الوطنية من أجل السماح بالحفاظ بشكل أكبر على الأمن ومن جهة ثانية كشف رئيس نقابة الفنادق والمطاعم الفرنسية مارسيل بنزي عن إلغاء خمسين بالمئة من الحجوزات السياحية في العاصمة باريس بسبب أعمال الشغبة التي رافقت الاحتجاجات عثرت سلطات البحرانية على القائد الأعلى للأشراف على القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط سكوت ستيرني ميتا بمقر إقامته في العاصمة المنامة وقالت السلطات الأمريكية إن تحقيق جار بوفاة الأدميرال في الأسطول الخامس ولا يوجد دليل على وجود مخالفة في هذا الوقت من جانبه ذكر رئيس العمليات البحرية آدم جون ريتشارد سون أن العمليات والمسؤوليات الخاصة بالبحرية في المنطقة سوف تستمر بلا انقطاع كما أعلن ريتشارد سون أن نائب رئيس العملية البحرية للعمليات والخطط الاستراتيجية جيم مالوي سيتسلم على القيادة المؤقتة حتى يتم اختيار خليفة دائم في إشارة واضحة إلى مدى أهمية تلك المنطقة البحرية هذه أنبع مدمرة لعائلة ستيرني وللفريق في الأسطول الخامس ولسلاح البحرية بأسره إن إدارة التحقيقات الجنائية البحرية ووزارة الداخلية البحرينية تتعاونان في التحقيق وأكد أن العمليات والمسؤوليات الخاصة بالبحرية في المنطقة سوف تستمر بلا انقطاع وسيطير نائب رئيس العمليات البحرية جيم مالوي إلى المنطقة لتسلم القيادة المؤقتة حتى يتم اختيار خليفة دائم نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها رئيس الجمهورية يدعو لحماية القرار الوطني ويؤكد وجوب دعم حكومة عبد المهدي شهران على تكليف عبد المهدي والأنباء متضاربة بشأن حسم الوزارات الشاغرة الثلاثاء المقبل قالوا أنت رئيس هيت نزاهة وإحنا هسبل 2008 قد خسر العراق من تجد من جراء الفساد قلت له 250 مليار دولار الفلوجة تفتح ملف الفساد في العراق شهادة تكشف عن اهدار 250 مليار دولار التثبيت مطلبنا وبعكسه مضطرين للمضي مع الأصوات الداعية لاتخاذ تصعيد يصل إلى الاحتصام والإضراب عن العمل تظاهرات في البصرة والمثنى والديوانية تدعو لتثبيت العقود وتحسين الخدمات للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقع القناة الفلوجة دوت تيفي أو من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب ملتقنا على خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة